يتلقفهم الموت من كل جانب هذا هو حال أطفال اليمن بعد نحو خمسة عوام من الحرب فمن الموت في ساحات الحروب والمجاعة إلى انتظار الموت على أسرة المشافي والمراكز الصحية آخر الإحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية التي قالت إن قرابة 35 ألف مريض بسرطان في اليمن مهددون بالموت المنظمة أرجعت ذلك إلى نقص التمويل المادي للتنفيذ مساعدات إنسانية وصحية للمصابين معلنة أن مرض السرطان أصبح بمثابة عقوبة إعدام في اليمن قصص كثيرة تحكي واقع الحال الذي بات يعيشه أو ينتظره آلاف المصابين بالمرض في ظل عجز أسرهم أيضا في استيفاء متطلبات علاجهم عجز تفاقم بعد قطع المليشيا لرواتب مئات الآلاف من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين حتى على إطعام أطفالهم فكيف بعلاجهم؟ تقول الإحصاءة إنه يتم تسجيل نحو أحد عشر ألف إصابة جديدة بمرض السرطان عدى تلك الحالات التي تظل حبيسة المنزل بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج المركز الوطني لعلاج الأورام في صلعاء قال إنه يستقبل كل يوم خمسا وعشرين حالة جديدة يغادر الكثير منهم دون أي أمل بالعودة بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه التكاليف حتى أولئك الذين يملكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج صاروا مهددين أيضا بسبب افتقار المراكز الصحية والمستشفيات لأدوية السرطان وأمام عجز الحكومة والمنظمات الأممية في توفير متطلبات علاج مرضى السرطان وإيقاف معاناتهم لم يعود الموت وحده هو ما ينتظرهم بل بات المصير الوحيد الذي يمكنه إيقاف آلامهم أيضا اشتركوا في القناة شكرا